موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته مشاهدين الكرامين ما تكونوا أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وينيت معكم نلتقي ونطال أبرز المواضيع المتدولة على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة للعديد من الزاوية العلمية والمعرفية والكثير الكثير لكن بعد فاصل قصير موسيقى خرج العميد طارق محمد عبدالله صالح بكلمة مهمة للغاية أثناء حضوره تقدم وتخرج دفعة جديدة من الملتحقين المنتمين إلى المقاومة الوطنية هذه الدفعة الجديدة والدماء الجديدة التي ستسهم في خلاص الجمهورية من الكهنوت العميد طارق محمد عبدالله صالح في كلمته فند كل تلك المزاعم وكل تلك الأقاويل والأكاذيب التي تحدثت أن جنود المقاومة الوطنية سيتجهون للقتال هنا أو هناك في معارك جانبية وقالها صراحة معركتنا هي مع الحوثي وبوصلتنا تشير إلى صنعاء ومن بعدها صعدة وقبل هذه وتلك الحديدة التي ستحرر عاجلا أم آجلا إن لم يجنح الحوثي لاتفاق استوكولم ولسلامة طبعا كانت رسالة واضحة للغاية لكن البعض ما يزال يحاول الصيد في الماء العكر لا يعجبه إلا أن يكون هذا الشخص يعلن ولائه لطيف معين أو حزب معين بالتحديد في حين أن المرحلة يجب ويفترض أن لا تكون مرحلة أحزاب بقدر ما هي استعادة وطن واستعادة دولة من برات هذه الميليشيات الرجعية المتخلفة الآتية من القرون الوسطى أما نرى كيف تحدث الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الكلمة وعن حضور العميد وظهور العميد طارق صالح في كوكبة جديدة من القوات الأشاوسة التي ستنضم إلى أخوانهم وإيضا إلى زملائهم في الصفوف القتال عموما لقطات كثيرة كانت والتي تتابعونها الآن في كلمة طارق وهنا تقبيله للعلم وظهوره أيضا وسط الجنود عموما أولاء التغريدات عبد الناصر المملوح إلى الميليشيات الحوثية وهي تحتفل بعودة فرد من الساحل الغربي إلى صنعاء القائد طارق يحيي وحدات جديدة من حراس الجمهورية أما رشاد الصوفي فغرد قائلا هذا هو العميد طارق من الميدان من بين جنوده لم يغرر بأحد من خلف الشاشات قائلا انفروه ولم يتخذ الفنادق له مقرا وسكن بل افترش الرمال والتحف السماء وجعل من الخنادق مستقرا وسكن لم يقود حربه تحت راية حزب أو طائفة بل قاد حربه تحت لواء الجمهورية أما أكرم الخوداني العميد طارق يشكر التحالف وقال بنادقنا لن تتوجه لغير الحوثي بنادقنا موجهة نحو الحديدة وهذه هي الحقيقة من أراد أن يلعن نفسه فليكذب بالروح بالدم نفديك يا يمن تحيا الجمهورية اليمنية أبو يوسف العبدالي بمنشور له على فيسبوك قال يوما بعد يوم يثبت العميد طارق محمد عبدالله صالح أنه رجل دولة ورجل عسكري مهما حاول البعض النيل منه كان بمقدوره التوجه إلى أضخم الفنادق والعيش بترف ورغد في العيش إلا أن وطنيته وشرفه العسكري أبى إلا أن يكون في مقدمة الصفوف لاسترداد الوطن المسلوب بأياد عصابات مارقة هنا وهناك فبدأ من الصفر وكون جيشا ولاءه لله والوطن وبمساعدة من دول التحالف التي دعمت الجميع وتبين لها من هو الصادق المخلص الوفي لقضيته ومن هو الفاسد الفاشل الاستغلالي الذي يسعى للخروج بأكبر مكسب ممكن رجل لم ينشغل بالمماحكات هنا وهناك وأعلنها مرارا وتكرارا سلاحنا لنتوجه إلا باتجاه واحد صوب العصابات الانقلابية المارقة التي تريد استعباد وطن بأكمله رجل لا ينكر المعروف وأذنى على أصحابه وهو من شيم العرب الأقحاح فحق على الشرعية أن تستقوي بهؤلاء وأمثاله وأن لا تعاديهم وتستعلي عليهم بحجة أنهم شرعية معترف بها دوليا وغيرهم غير معترف بهم فالشرعية شرعية المقاومين على الأرض وليس شرعية النائمين في الفنادق والمفسبكين والمتوترين خلف الشاشات وحق على الشرعية أن تعترف بطارق وأمثاله لا أن يعترفوا بها إذا كانت فعلا تريد الانتصار وإخراج الوطن إلى بر الأمان بعيدا عن المصالح السياسية والمادية وحب السلطة والتسلط وبعد الانتصار سيتفق الجميع ويبنون وطن يحتضن الجميع مصح في رماح الجبري فغرد قائلا شاهدت كلمة العميد طارق صالح ووجدتها تحمل رسائل مهمة تتضمن مؤشرات ومبشرات أما أنس الخليدي فهو الآخر غرد قائلا صديقي يقول انتهيت من سماع كلمة العميد طارق الآن وكل كلمة قالها طارق كانت تستحضر كتاباتك فهل أنت من كتب له الكلمة؟ لا يا صديقي لم أكتبها ولكننا أبناء الدولة والنظام والقانون والقضية ندرك عدونا وصديقنا ونقرأ المشهد بشكل واضح دون تحفظ فنحن مفرغين من المصالح الخاصة همنا قضيتنا وهدفنا النصر المستقبل اليمن والقضاء على كافة المشاريع الكهنوتية التي تمثل تهديدا مباشرا للعالم وليس لليمن فقط طبعا هناك استغراف مواقع التواصل الاجتماعي من بعض الكتابات التي تتبع بعض الأحزاب لماذا كل هذا القلق وكل هذا التهويل من كلمة العميد طارق صالح على الرغم من أنه قال أن بنادقه هو ورفاقه موجهة إلى صدور الحوثيين فقط لاستعادة الدولة والجمهورية ولا تهدد كياناتهم خلود الحلالية قال العميد طارق نحن نوجه بنادقنا ضد الحوثي إيش وجع الإخوان إيش حرق قلوبكم أما فهد الفهد فغرد قائلا العميد طارق صالح تحدث اليوم بلسان خصومه وطمأنهم على كل مصالحهم وفند لهم كل مخاوفهم ووضعهم في امتحان أمام كل ادعاءاتهم الزائفة واتهاماتهم الباطلة له ولقواته وبالمقابل نراهم يبتكرون الدرائع ويختلقون الأعذار لتحريف خطابه وتعميق الهوى بين القوى الوطنية لاعتبارات ومصالح شخصية وحزبية مقيتة أما معروف عبد الحميد فغرد قائلا خطاب العميد طارق عفاش اليوم لم يكن مكتوبا لكنه في نفس الوقت لم يكن مرتجلا العميد طارق كان يقرأ خطابنا نحن وكلامنا الذي خبأناه في أعماقنا بعد أن تجاهن الجميع واستكثروا علينا سماعه لم نتحدث نحن فتحدث العميد طارق وأسمع العالم صوتنا تحية الجمهورية اليمنية وتغريدة أخرى لعبد العزيز الشيخ كلمة العميد طارق اليوم كانت موفقة جدا أوضح فيها توجه المقاومة المشتركة وأن العدو الحقيقي لليمن هي ميليشيات الحوثي والشرعية هي بنادق المقاتلين في الميدان أما جمال بن علي غرد هو الآخر قال أحيي العميد طارق صالح الذي كان موفقا في كلمته والذي أثبت للوطن أن دماءه يمنية وحدوية مؤتمرية وعبد الله الإرياني بتغريدة أيضا كلمة العميد طارق اليوم حملت رسائل ظاهرة عديدة منها ما هو محلي ومنها ما هو إقليمي وأخرى ما هو دولي ناهيك عن تلك الرسائل الكامنة خلف الحروف والتي حملت دلالات قوية من قائد راس خطر راجح اللب ثابت المبدأ فعلا إنها كلمة مميزة عن سابقاتها مواكبة لكل المستجدات مطلعة على المستقبل القريب وتغريدة أخرى لأسامة الأسامة حفظ الله قائدنا العميد طارق هكذا هما القادة الوطنيين ثابتين على مبدأ حب الوطن النصر قادم لا محالة كلنا معك سيادة العميد فالشبل من ذاك الأسد بالروح بالدم نفديك يا يمن تغريدة أخرى لعماد البراطي كلمة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح كانت بمثابة منهج لكل من يؤمن بالجمهورية والديمقراطية والوحدة الوطنية والانتصار للنفس والوطن ورد الجميل لمن ساهم في دحر ميليشيا الحوثي من عدن والساحل ورفض الإجحاد بحقهم هكذا الأبطال سلوكهم تحيى الجمهورية اليمنية تغريدة أخرى لمحمد علي البيضاني كلمة العميد طارق صالح اليوم ألجمت السفهاء وأخرست المتقولين والمزايدين والمحرضين الذين يريدون حرف بوصلة الحرب عن الحوثي ما قاله العميد أفشل جميع المخططات التي أرادت دعم الحوثي وتمكين إيران في اليمن عبر خلق نزاعات جانبية بعيدا عن الهدف الأساسي مراد القعيشي عاش العميد طارق محمد صالح بطلا جمهوريا شجاعا يفخر به كل اليمنيين أما العميد جميل المعمري فهو الآخر بمنشور له على فيسبوك من يطالب العميد طارق بالاعتراف بشرعية هادي والانضمام تحت سلطته نقول له سبق وأن سلم طارق وأحمد وعمار ما بنوه من معسكرات وحرز يمهوري لهادي وماذا كانت النتيجة هيكلها وسلمها للحوثي على طبق من ذهب نكاية بعفاش والشيء الآخر ماذا فعلت الألوية والمعسكرات التي يصلت عدادها إلى أربعمائة ألف حسب كشوفات الدفاع والتي يديرها عبد الرب ولم تتحرك جبهاتهم منذ سنوات وأحب أن أذكركم أن الأخ طارق وألوية العمالقة كانوا على مرمى حجر من تحرير الحديدة لو لا تدخل هادي وشرعيته وطلبهم من المجتمع الدولي إيقاف معركة الحديدة وتحريرها لذلك نحن نقول الأخ طارق استمر بقيادة المقاومة ولا تلتفت لهادي وشرعية الفنادق وشرعيتنا جبهاتنا ومن يقاتل فيها أما سياف الغرباني اليوم رسم العميد طارق صالح خطا سياسيا لأنصار المؤتمر بعدما تركتم القيادات الناجية لاستغفال واستغلال خصوم الحزب حدد الخصم من الحليف والشريك من المتربص اضبطوا بوصلاتكم على هذا المسار لا مبرر بعد اليوم للارتباك والتخبط وحتى المراوغة الصورة واضحة الآن والخروج عن بروازها تخندق ضد المؤتمر أما علي عبد المغني كلما خرج علينا العميد طارق صالح حفظه الله بكلمة خرجة الأفاعي والزواحف الملونة من جحورها لتبث السم والتصريحات المغلوطة مجددا لتشتيت انتباه المتلقي عما تحمله الكلمة من معاني وحقائق أبطال المقاومة الوطنية المشتركة أملنا بعد الله فيكم وكل من يضع يده في أيديكم لاستعادة الدولة والجمهورية ولا عزال المنبطحين وأبواق الفتن ومنشور آخر لمي الأغبري اشتقنا للخطاب العفاشي ذلك الخطاب السياسي المحنك ذلك الخطاب الملي بحب الوطن شرعيتنا هي بنادقنا شرعيتنا هي من يقاتل الحوثي على مليمن وحده من يرفع هنا في الساحر الغربي أما محمد المقاتلي فهو الآخر بمنشور له على فيسبوك قائلا عن نفسي أعاد لي الروح المعنوية وعرفت أن الأسد ما رب إلا أسد دوسي يا طارق أنت بارقة الأمل الذي نأمل فيه الخير للوطن وحفظك الله أنت وجندك وجميل الوارثي كان خطاب طارق عفاش خطاب ناري ووطني يصدر بماء الذهب حتى أنه أسكت أفواه أعدائه وأخرسهم وجعلهم بين حيرة وأخرى ومنشور آخر لمحمد الأشعري خطاب العميد طارق خطاب ابن دولة ورجل عسكري وقائد من مدرسة الأبطال عفاش الحميري الحمد لله أن مدرسة الزعيم عفاش الأصيل لم تمت ومنشور آخر لنبيل الدبليس طارق عفاش في 13 دقيقة تقريبا لخص فيها المشاكل والحلول والأهداف والعراقيل وأوصل الرسالة للجميع لا شرعية سوى لبنادق الجمهورية وأوضح من هو الحليف وشكره ومن هو العدو وتوعده إذن هذه كانت مجموعة من ردود الأفعل لمواقع التواصل الاجتماعي على كلمة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح والتي ألقاها بمناسبة تخرج دفعة جديدة والتحاقهم بأبنائهم وزملائهم وأخوتهم أيضا في الساحل الغربي فاصل قصير نكمل بعده بقية فقرات وينت بهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج وينت حتى نلتقى في حلقة الغد في أمان الله وحفظه ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة